كشفت مصادر سياسية متقاطعة عن أزمة مركبة في قضية اختيار رئيس البرلمان المصادر ذكرت أن الأيام الماضية شهدت مباحثات مكثفة شيعية وسنية مفردة ومجتمعة حول هذا الملف وذلك في محاولة لحسمه في الأيام القليلة المتبقية من شهر تموز يوليو الحالي مبينة أن الأزمة حول رئيس البرلمان تفاقمت أيضا بسبب انقسام جديد داخل القوى السنية وعدم حسم حكومة ديالا داخل الإطار التنسيقي وأشرت المصادر إلى أن الرئيس مسعود بارزاني منح السنة مهلة زمنية لم يكشف عن وقتها لاحتواء الخلافات وأن زعيم الحزب الديمقراطي مازال ينتظر توحيد الموقف السني بشأن مرشح رئاسة البرلمان وأضافت أن الإطار التنسيقي هو المحرك لعدد من تلك الانشقاقات عبر دعم مرشح معين لرئاسة البرلمان للتغطية على صراعات داخلية